حياتنا كلها مبنية على الضم و ده من أسوأ ما يمكن يعني يظن أن بكرة ما فيش فلوس يظن أن في القادم مش حيقدر مش حيلاقي يأكل مش حيلاقي يعيش مش عارف يجاوز ولاده مش عارف يجاهز بنته مش عارف ايه ده ايه ده ايه ده هذا سوء ظنّم في الله سبحانه وتعالى لأن الغد بيد الله و ليس بيدك أنت ولا بيدك و لأن ما في يدك ما في يدك ليس هو بأوثق مما في يد الله نزل أصل أن ما في يد الله هو بأوثق مما في يدك يعني ممكن يكون عندك المال لكن لا تستطيع أن تفعل به شيئا ولا أن تقدم به شيئا إذن المسألة دي لازم أنت تكون واخد بالك منه أدي واحد اتنين الأولى تجسسوا التجسس مبني على الظن يعني أنا التجسس هو إيه إن أنا إن أنا بأتتبع حاجات في تجسس وتحسس أظن فبتجي بأعشك فيها فبتجي رأي بها أيوة أو أرأبه فأرأب فأفعل ذلك فأتجسس يعني أبحث عن أخباره أيوة الظاهرة وفضل أدور عنها أو أتحسس أتتبع والنبي عليه الصلاة والسلام نهان عن تتبع العورات فقال من تتبع عورات أخيه تتبع الله عوراته وفضحه في عقر داري يعني ما ينفعش نعود لتتبع عورات الناس أو أخطاء الناس حتى لا يجوز الإنسان أن ينظر في بيت غيره لو الإنسان جالس في بيت معزوم أو مدعو وجالس في بيت لا يجوز له أن يتتبع يتتبع إيه اللي وراء دي إيه اللي بعد الحيطة دي إيه اللي بعد كذا إيه اللي بعد لا يجوز له ذلك لا يتتبع الإنسان عورات غيره ولا يتتبع عورات الناس فإن من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته وده من أخطر ما يمكن عشان كده قال ولا يتجسسه بعدين المرحلة الثالثة أنت ظنيت يبقى تقعد تتتبع عشان توصل تأكد تظن اللي عندك أو تخلفه بعد كده تروح تتكلم بقى عن الشخص ولا يغتب بعضكم بعض شوف التتبع شوف الترتيب القرآني في الآية ولا يغتب بعضكم بعض الغيبة عرفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ذكره أخاك بما يكره إلا أن يكون ذلك وصفا فيه هو يعلمه أو لقبا عنده فيقال فلان بني الأعرج مثلا أو فلان الأعرج أو فلان كذا ممكن في بعض المسميات أو الألقاب تكون بهذه الصورة فخلاص فهو تعريف به لا يعني فلان الأعرج ده أنا هو واحد بيعرق فأقول فلان الأعرج لا ممكن يكون ده لقبه لقبه أنه فلان الأعرج اسمه كده فده ليس بالذن من فيه وإنما هذا لقب له فلا حرج في ذلك إنما بقى أن تذكر أخاك بما يكره بأن تصفه بوصف هو يكره فهذا من الغيبة طيب لو أنا وصفته بحاجة ما هيش فيه أنا قلت إن فلان ده بيجذب وهو بيكره الحكاية دي كلها فهذا غيبة لأنه بيجذب طب لو ما كانت بيجذب في الأصل قال فإلا أن تكون فيه ما يقول فتقول فقد بهتها دي حاجة بقى قرآن بقى عبر قال إن اللي بيختاب واحد أو بتكلم عنه كأنه ينهش من لحمه ويأكل من لحمه قادر بيس أحب أحدكم أن يقول لحمه أخي ميتاً ميتاً ليه لأن الشخص مش موجود مش حاضر قدامي لأنه بيختاب وصمية غيبة لأن الشخص هل المشهد ده سوف يجسد في الآخرة نعم سيجسد في الآخرة وستأتي لحوم الناس يوم القيامة ويسأل عنها بحسنا قلنا إن ربنا بقف القرآن وجزاءه سيئة سيئة متلوها فنفس الحكاية فتجسد الأعمال فإنت لو بتكلم على حد حتجسد هذه الأعمال وتعود إليك مرة الثانية